بين مؤيد ومعارض لمقترح يعانج مشكلة مواطنين ما زالوا في طابور الانتظار للحصول على الرعاية السكنية الدور الرابع في السكن الخاصة مواجهة جديدة بين بلدية الكويت وقاعة جابر الأحمد في دولة الإقادة جديدة يراهن على حلها كذام عضلة قانون إن شاء الله يكون للدور الرابع مثل مناطق بيان الضهر الفردوس العارضية اللي هو من 400 متر مسطح البنيان ونازل اليوم تقدمنا بالاقتراح هذا وإن شاء الله يكون عند حسن أخواننا الأعضاء الموجودين الأعضاء برروا الجهاز التنفيذي أسباب تبني الملف والمضي قدما نحو إصدار قانون ينهي معاناة مواطن وارتفاع الإجارات مشكلة كل بيت كويتي اليوم يعاني من السكن والمشكلة العدد الكثافة السكانية الموجودة في البلد اليوم مطلوب منه إحنا كأعضاء موافقة على الدور الرابع وهو أصلا طلب موجود من جميع الدوار اللي موجودة بالكويت اليوم إحنا تقدمنا وإن شاء الله يكون المقترح بنجاح الدور الرابع جولة بين مجلس يسعى نحو تحقيق إنجازات في فصله التشريعية متلمسا قضايا مواطنين بثوا شكواهم ليبقى المقترح رهين قادم جلسات أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس ترجمة نانسي قنقر